تحياتي اجزاست جاز ريسايكليشن او الاي جي اار فالف فكرة عمله طريقة عمله والمشاكل اللي بيسببها عند التلف ومكانه على محرك السيارة كل ده هنشوفه ونعرفه في الفيديو في البداية ما تنساش الشرك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها الوقت الجاي نتابع مع بعض في البداية تعالوا نعرف ليه اخترعوا الاي جي اار فالف او الاكزاست جاز ريسايكليشن وكمان هوريلكو طريقة عمله او الفالف بيشتغل ازاي يعني الفالف الداخلي بيفتح ويقفل ازاي وامتى بيشتغل ولكن تعالوا كده في البداية نعرف الطبيعي علشان مطور العربية يشتغل بيكون فيه الانتيك اللي هو الدخول او التغذية وفيه اصاده اللي بيقابل الانتيك الاكزاست اللي هو خروج العادم الطبيعي جدا علشان يبدأ يحصل حريق بداخل السيلندر او بداخل غرفة الحريق علشان يبدأ المحرك يشتغل بنحتاج هوا جوي والهوا جوي ده بيعتمد على الاكسوجين والنيتروجين لان الهوا جوي فيه تقريبا 80 او 81% نيتروجين فلما بيجي يحصل الحريق بداخل الغرفة بيتم حرق الهوا الجوي بيطلع اصاد الاكسوجين حرارة مرتفعة لان بطبيعة الاكسوجين هو غاز بيساعد على الاشتعال وطالما بيساعد على الاشتعال يبقى هيخرج منه حرارة عالية وطبعا الحرارة عالية هي سبب تآكل المواتير او سبب تلف المواتير على المدى البعيد طيب ده بالنسبة للأكسوجين اللي موجود في الهوا الجوي طيب بالنسبة للنيتروجين النيتروجين لما بيتحرق ويجي يخرج من العوادم ده بيكون ملوسات بيكون اكسيد النيتروجين بتتكون مع الحريق وده طبعا بيدر البيئة جدا والطبيع اني بيكون فيه في الخليط بتاع الانتيك اللي هو مع البنزين بيخرج طبعا اصاده اصاد البنزين بيخرج الكربون وغيره او الاكسيد الكربون والحاجات دي كلها طيب كل الشرح اللي انت شرحته ده يا عم جون كلنا عارفينه وكلنا فاهمينه ايه الجديد اللي عندك اقولك ايه الجديد العلم اخترعوا او مصنعي السيارات اخترعوا الاجي ار فالفا علشان حاجتين او زي ما احنا بنقول في مصر نضرب عصفورين بحجر اول حاجة احنا نعمل ريسايكليشن للغازات بمعنى احنا دلوقتي عندنا حاجتين مدايقينة اكسيد النيتروجين بتضر البيئة والاكسوجين بيسخن المطور طيب الاجي ار بقى هيعمل ايه هنا وهيعمل ايه هنا اقولك طبعا الجزء المقربن ده اللي بيكون راكب على الاكزوست او على فرن الشكمان اللي هو خروج العادم جميل طيب والجزء ده الجزء ده اللي بيكون رايح للانتيك مانافولد اللي هو بنبدأ نشفط منه الهوى بمعنى اقولك انا وانت ماشي بالعربية على المشي العادي بتاعك الطبيعي جدا بيبدأ الاي جي ار يفتح يسحب شوية عادم طبعا هنا ده الشفط وده هنا هوت بيكون المقابل للعادم طبعا بييجي هنا هوت يروح المكان ده راكب على الانتيك مانافولد او على المانافولد يبدأ يسحب الغاز طيب بيسحبه عن طريق ايه عن طريق مكان الشكمان طيب هو ما بيسحبش اكسوجين صافي جميل جدا يبقى انا كده هوت هديله عادم من اللي خارج يبقى الخليط مفوش اكسوجين عالي يبقى انا كده هوت الاكسوجين اللي كان بيعلي حرارة المكانة انا قللته من حوالي 5 بنسبة من 5% الى 40% حسب دواسة البنزين وحسب فتح الاجي ار يبقى انا كده هوت قضيت على مشكلة الحرارة بالنسبة من 5% الى 40% ده كلام جميل طيب بالنسبة الاكسيد النيتروجين اكسيد النيتروجين برضو انا خدتها بنفس النسبة وعدت تاني دخلتها على المنفول حرقتها مرة تانية يبقى انا الانبعثات اللي كانت خارجة ضرر انا كمان حرقتها مرة تانية يبقى انا ضربت عصفورين بحجر زي ما احنا بنقول في مصر عملت الاكسيد النيتروجين دي حرقتها مرة تانية فقللت الضرر اللي خارج منها والاكسوجين اللي كان بيرفع حرارة المكانة وبيعلي الحرارة وبيأثر على المحرك انا قللته عن طريق ان انا اخدت عادم مرة تانية يعني خلاصة الكلام كده هوت بالبلد دي الاجي ار بياخد عادم ويحطه للمنفول مرة تانية يعيد تدوير الغازات طيب الاجي ار بيشتغل ازاي طبعا فيه انواع كتيرة للااجي ار يعني مثلا ده اي جي ار كهرباء بياخد الامر من الكنترول لان في بعض العربيات اللي بيكون فيها البوابة كهرباء وده الجديد دلوقتي في كل العربيات او في معظم العربيات بتكون البوابة بتاعتها كهرباء بياخد الامر بتاعه من الكنترول يفتح الفلف او يقفله حسب الكنترول طيب بالنسبة للعربيات مش هنقول للاديم اوي يعني المتوسطة العمر بيكون فيه فاكيوم زي ده هوريلك كده هو يعني حاول اوضح اعمل زوم هوريلك الفلف بيشتغل ازاي طيب بالنسبة للاجي ار اللي بيكون راكب على المنفول وبيشتغل عن طريق الفاكيوم بص او انا جايب طبعا سرينجا وموصلها او 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 اشيب يتحرك ازاي او كده الاجي ار فاتح اول ما نزل اهو افل اهو طبعا على حسب دوسة ريجلك بيبدأ هو اهو يفتح ويقفل بالشكل ده بالشكل ده طيب هل الاجي ار بيبقى شغال على كل السرعات لا الطول ما العربية شغال على السلنسي فالاجي ار متوقف تماما عن العمل طيب لو انت جيت تتصارع بالعربية تجري جامد برضو الاجي ار هيتوقف عن العمل ولكن في القيادة العادية بيبدأ الاجي ار يبدأ يتحرك يفتح ويقفل علشان يزبط خروج العادل ده طبعا هنا شكل الاجي ار وهو راكب طبعا هنا الاجي ار عندنا بفيشت كهرباء طبعا هو راكب من ناحية العادم من جنب فرن الشكمان اهو بياخد العادم وطبعا فيه مصورة بتكون راكبة فيها حاول اوضحها اهي في الاجي ار اهو مصورة خارجة طبعا المصورة دي بقى ماشية معاك لغاية فين زي ما واضح كده اهو حاول اوضح بزيادة ماشية اهي معاك ودخل لغاية المنافول اهو ده المنافول اهو بتاعنا اهو ننزل تحت كده اهو نلاقي ان دي مصورة الاجي ار علشان تاخد الاجزاست او العادم من هنا تخش على الانتيك تعمل له ادي الاجي ار ده مكان وبيكون طبعا ممكن تلاقي المكان مختلف يعني الاجي ار مسلا بس هو في الغالب لازم بيكون راكب هنا طبعا في عربات تانية بيكون راكب فوق على المنافول مافيش مشكلة كلها تصاميم ولكن في النهاية فكرة العمل واحدة ان هو بياخد العادم من الشاكمان يدوره مرة تانية الانتيك علشان نعرف عطل حساس الاجي ار بيسبب ايه في المطور ممكن تلاقي وانت ماشي العربية مخنوقة منك ضعيفة في السحب اه تيجي تلاقي مسلا العربية بتبطل معك فجأة اه او تلاقي فيه رجراجة جامدة في المطور ممكن كمان وانت ماشي تسمع صوت سكعة او نوكينج او كاركرة او سقفة او سكسكة زي ما بيقوله فالاجي ار ممكن يسبب مشاكل كتير جدا للمطور طيب اتعرف على عطل اي جي ار بطريقة افضل ازاي عن طريق انك بتخش بجهاز كشف الاعطال وبتقرأ الاكواد بتاعته لكن هو في الغالب لما بيكون فيه تلف بتبدأ تلاقي ان فيه الرجراجة بسيطة في المطور او رجراجة جامدة وتلاقي المطور بيقف منك كذا مرة وبيطفي منك وتلاقي برضو فيه ممكن لما بيكون فيه جوانات فيه بيزة او منفسها ممكن تشم ريحة كمان عادم فيه ممكن تلاقي مشاكل كتير ولكن ادقى حاجة بجهاز كشف الاعطال هتقدر تحدد المشكلة ويطلع لك الكود بالزبط